بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفتوى كما يعرفها أهل العلم هي الإخبار بالحكم الشرعي مع المعرفة بدليله من غير إلزام يعني يأتي سائل إلى عالم من العلماء يسأله عن قضية ما فالعالم يخبر إخبارا هذا الأمر الأول يخبره بحكم الله جل وعلا وهذا الحكم يتعلق بأمر شرعي ولا يتعلق بأمور الدنيا العادية الطبيعية فهو إذن إخبار بحكم شرعي بحكم الله جل وعلا الشرع في قضية ما مع معرفة بالدليل لأنه ليس مبنيا على التخرص أو نسبة القول إلى الله جل وعلا بغير علم بل هو أمر مبني على دليل يعرفه هذا المفتي أو هذا المتحدث ثم قلنا من غير إلزام يعني أن المفتي يبين الحكم للسائل ولا يملك أن يلزمه أو أن يطارده هل نفذ الحكم أم لا وهذا هو الفارق بين المفتي وبين القاضي إذ القاضي يملك إلزام للسائل بمعنى لو حدث خلاف بين شخصين وذهب وتقاضي في المحكمة أو إلى القاضي القاضي ملزم بالبت في هذه القضية وبيان حكم الله جل وعلا وهذا يوافق فعل وصانيع المفتي لأنه أيضا يخبر بحكم الله جل وعلا الحكم الشرعي في هذه القضية لكن الفرق أن القاضي يلزم الجميع بمعنى أنه لو لم يمتثل أحد الأطراف يملك القاضي أن يسجن أن يعاقب أن يلزمه ويأخذ الشيء مثلا منه ويسترده بالقوة لكن المفتي يبين لك الحكم ثم بينك ويصبح الأمر ديانة بينك وبين الله جل وعلا يعني إذا قلنا أنه ليس على سبيل الإلزام لا يعني هذا أن المستفتي له الخيار في أن يأخذ حكم المفتي أو لا يأخذه إنما المقصود هو أن المفتي لا يستطيع أن يقصر السائل وأن يعني يؤزه أزا على فعل ما أمره به وهذا هو الفرق بين القاضي وبين المفتي والحقيقة هذه القضية دائما يحصل فيها خلط بين الناس مثلا هناك من يتهم دار الإفتاء والعلماء بالتدخل في كثير من الشؤون نحو ذلك نقول من دور من واجب العلماء أن يبينوا أمر الله جل وعلا لكن ليس من دورهم أن يلزموا الناس بهذا الرأي فالعالم أو الداعية أو الناصح أو الواعظ يبين حكم الله جل وعلا وينصحك ويرشدك إلى طريق الخير وينهاك عما يضر بآخرتك أو بدينك ثم يتركك وشأنك فإذا المفتي لا يملك أن يلزمك بهذا الأمر وإن كان الله جل وعلا قد ألزمك باتباع أمره وأنت محاسب يوم القيامة على ترك رأي المفتي الذي استفتيته وأبان لك شرع الله جل وعلا لكن في الدنيا هو لا يملك أن يلزمك بذلك هذا هو الفرق بين القاضي وبين المفتي